اشتركوا في القناة فقال جبريل أصبت الفطرة فكان بهذه الحركة من رسول الله حفظ المستقيمين من الأمة وأيضا خيبة اليهود والنصارى وإن أخذوا كثيرا من أبنائنا وأبناتنا فغروهم وأضلوهم في كثير من أخلاقهم وأفضلهم وأفكارهم وأزيائهم ولكن لا يستطيعون أن يكتسح الأمة المحمدية ولا أن يؤثروا على أسسها مهما تأثر بهم رجال ونساء واتبعوا اليهود والنصارى في أزياء أو في مقال أو في أفكار ولكن يبقى دين الله محفوظ يأتي في خبر الإسراء أن منادياً ناداه من على اليمين يا محمد فلم يلتفت إليه وأن منادياً ناداه من على اليسار يا محمد فلم يلتفت إليه وأن منادياً ثالثاً ناداه فلم يلتفت إليه وأن منادياً رابعاً ناداه فلم يلتفت إليه ثم مضى فقال سيدنا جبريل تدري من هذا الذي نداك قال لا قال عن يمينك منادي اليهودية أما إنك لو أجبته لتهودت أمتك لاستطاع اليهود أن يكتسح الأمة ويأخذوها بما فيها ولن يستطيعوا مهما آدوا ومهما نكلوا ومهما قتلوا من المسلمين ومهما استعلوا من حرمة بيت المقدس فلابد أن يخزيهم الله ولابد أن يأتي يوم يختبئون فيه وراء الشجر والحجر وينادي الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي وراءه تعالى فاقتله قال وأما الذي عن يسارك فمنادي النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك من بعد والذي ناداك النداء الثالث قال الدنيا لو أجبتها لآثرت أمتك الدنيا على الآخرة ولم يبق فيهم الزهاد ولا المستقيمون قالك وأما المناد الرابع فإبليس يناديك ولو أجبته لغوت أمتك من بعدك وضلوا فالحمد لله على نعمة محمد بل واستزاد ربنا لنا ودعى ربنا لنا وتشفع لنا عند ربنا وجاءنا بالخير كله فعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم